ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب من الحاديث في هذا الباب كقوله علينا الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسن انظر من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسن اتدري كم حسنة تحصل اذا قلت في دعائك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كلمة لا تبلغ سطراً واحداً كم من الأجر تحص عدت من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل مسلم لك به حسنا ملايين الحسنات وعندما تدعو لهم بالهداية تدعو لهم بالسداد تدعو لهم بالعون والتوفيق والسلامة من الفتن وهذه الدعوات إذا نبعت من قلبك دلت على سلامة قلبك وسريرتك وباطنك تجاه إخوانك المؤمنين